السؤال بعد كده السلام عليكم دكتور أنا بنتي عمرها أربع شهور وعندها إمالة في اتجاه اليمين برأسها ده طبيعي الطفل اللي عندها أربع شهور عندها ميل برأسها في اتجاه اليمين المفروض أن الطفل يصل براسه وعلى فكرة دي من العلامات الأساسية للتطور العقلي عند الأطفال دي علامة كبيرة قوي أن الطفل قبل كده في شهور الوقت دماغه سايب أن الطفل يصل براسه دي علامة مهمة قوي من علامات تطور العقلي بس تحصل امتا؟ بعد نهاية الشهر الرابع او نهاية الشهر الخامس فواجب من حضرتك ان تراقبي حدوث هذه الخطوة التطورية المهمة لغاية الوقت بتاعها انتي قلت ان ايه عند اربع شهر لا لغاية ما تخلص الخامس خلط اما قبل كده طبيعي تماما عدم قدرة الطفل على التحكم في رأسه السؤال اللي بعد كده سلام عليكم لو سمحت يا دكتور انا ابني عنده اربع سنين مش بياكل كويس طيب وغلبت علاج وغلبت تحاليل كتير نموه وغيره وبيقولولي في التحاليل ان هو كويس طيب ما هو كويسة بس هو ضعيف جدا نرجع بقى تاني للانطبعات والتاني وحركته قليلة جدا تنصحني باي يا دكتور طيب اربع سنين مش بياكل وبتقولي غلبت علاج انا مش عارف الحقيقة انا مستوقفاني بس الجملة غلبت علاج ايه بقى بالزبط اوعي تكوني بتقصدي او بتتكلمي عن فواتح الشهية لان فواتح الشهية دي خطر جدا وقلنا قبل كده انها خطر والابحاث الطبية وان شاء الله ان شاء الله يعني هتتسحب من الاسواق باذن الله لان هي ليها اثار جانبية خطيرة على الجاز المركز على العصبي المركزي اللي هو المخ غير انها بتسبب رعشة في الاطراف وبتاع ما فيش حاجة اسمها فاتح شهية في حاجة اسمها ان الام تكون هي فاتح الشهية لطفلها الام والاب والبيت الظروف دي تكون هي فاتح الشهية خلاص وبعدين في حاجة تانية ان التحليل بتقول ان هو كويس طب ما خلاص بس حضرتك بتقول انه ضعيف جدا وحركته قليلة طيب فاكرين معادلة الوزن اللي اتكلمنا عليها في السنة لا مش سنة ايه الحلقة اللي فات لما قلنا لغاية سن خمس سنين او على الاكثر ست سنين نقدر نطبق معادلة الوزن اللي هو العمر بالسنين في اتنين زاق التمانية العمر بالسنين اربع هو عند اربع سنين في اتنين يبقى تمانية زاق التمانية بقى ستاشر يبقى وزن طفلك المثال يا فندم المفروض يكون ستاشر كيلو خلاص حركة الطفل بتعتمد على كمان يعني وزنه مثالي ستاشر كيلو وزن طفل حضرتك بقى اللي ضعيف جدا ده انا مش بنكره كم من الستاشر حضرتك بقى بضمير كده تردي بينك وبين نفسك حتى هو بحقق كم من الستاشر هل هو وزنه ستاشر ولا اكتر ولا اقل واقل بنسبة قد ايه قالب نسبة كبيرة ولا صغيرة لانه لغاية 25% نقص اذا نقص الوزن في حدود 25% من الوزن المثالي بيظل في الاطار الطبيعي ده موضوع تاني بقى كلمنا فيه ونتكلم فيه ان شاء الله في حلقات تانية بعد كده خلاص بس خلينا نقول لدلوقتي ان طفل عنده 4 سنين وزنه المفروض يكون 16 كيلو حلو قوي وزنه قد ايه حضرتك من 16 ونتكلم تمام كمان انتي بتقولي حركته ضعيفة الطفل بيعتمد يعني حركة الطفل او بتعتمد حركة الطفل على اهتمامه بالعالم المحيط به وبمدى كثرة المسموحات يعني ما ينفعش الطفل يبقى اللوقتي قاله لا 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 او يبقى خايف ما وفيه اطفال بيبقى خايفة من كل حاجة كمان العمل الوراثي مهم جدا يعني ايه العمل الوراثي يعني فيه اطفال وراثيا من الأب او الأم او الاتنين بيكونوا جسمهم شكلهم شكل الأب والأب يعني لو الأب ده رفيع شوية تلاقي الطفل بتاعه رفيع او طفله يعني او بنته او ابنه لو الام كذلك وهكذا تمام